رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر لغضبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة المثمرة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً وبالاجتماع الذي عقده جلالته مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين مشيداً سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وبما تتكى عليه من رصيد يجعل هذه العلاقات تنطلق دوماً نحو أفاق أرحب من التعاون والتنسيق منوهاً سموه بالدور الطالعي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك وفي إطار ذي صلة فقد أشهد مجلس الوزراء بالدور الكبير الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الحجاج ورعايتهم وبما تقوم به من جهود جبارة في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين وعرب مجلس الوزراء عن رفضه القاطع لأي دعوة موجهة لتسييس الحج والزج بهذه الشعيرة الدينية العظيمة لخدمة أغراض سياسية مشيدا المجلس بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة الشقيقة وما تنفذه من خدمات جليلة لتطوير وتوسعة الحرمين الشريفين وتسهيل قدوم كل مسلم إلى هذه الأراضي المقدسة من كل مكان في العالم بكل سهولة ويسر منذ العهد السعودي الأول وهي جهود بارزة للعيان ولا ينكرها إلا جاحد بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة احتياجات الرفاع ومدينة عيسى التطويرية من الخدمات والمشاريع الإسكانية والتعليمية والصحية والشبابية والرياضية والاجتماعية والمرافق وخدمات البنية التحتية وكلف سموه وزراء الخدمات ذوي العلاقة بزيارة الرفاع ومدينة عيسى وحصر ما تحتاجه من خدمات ومشاريع تطويرية من جنب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أحياء مركز الجسرة للحرف اليدوية وبيت الجسرة وتطويرهما كمقاصد سياحية وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدوى الاعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببناء مركز اجتماعي جديد وشامل يخدم أهالي قرى المحافظة الشمالية ووجه سموه الجهات المختصة بالإسراعي في تنفيذه ويقام المركز على مساحة 25 ألف متر مربع وبكلفة إجمالية تبلغ 1.400.000 دينار ويقدم خدماته إلى 550 مواطن يوميا من طالبي الخدمات التي يوفرها ويهدف المركز الذي سيقام في البديع إلى تعزيز روح التماسك والتلاحم بين جميع الأطياف بالمجتمع ونشر الوعي الثقافي والتوعوي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود ويعمل على تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والعمالية لجميع قرى المحافظة الشمالية بيسر وسهولة ثانيا كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللينة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ توجيهات سموه بشأن تلبية احتياجات أهالي سترة والدراز والقرى المجاورة وأم الحصم من الخدمات الصحية وكذلك احتياجات وطلبات الأهالي من المرافق الشبابية والرياضية في قلالي وأم الحصم وبني جمرة والدراز والقرى الواقعة على شارع البديع والتي تم حصرها في ضوء الزيارات الميدانية التي جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وقام بها إلى تلك المناطق وزيراء الصحة وشؤون الشباب والرياضة ثالثا تابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمشاريع التي تضمنها برنامج عامل الحكومة سواء تلك التي تمول من الميزانية العامة للدولة باستثمارات قدرها 10 بليون دولار أو تلك التي يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتعتبر جزءا هاما في تنفيذ برنامج عامل الحكومة باستثمارات قدرها 15 بليون دولار من مجموع استثمارات قدرها 32 بليون ونصف البليون دولار في المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية شاملة استثمارات صندوق التنمية الخليجي في المشاريع التنموية بقيمة 7.5 بليون دولار أمريكي ويبلغ مجموع هذه المشاريع مجتمعة 757 مشروعا بلغت نسبة إنجازها 73% أما على صعيد المشاريع والبرامج التي تنفذ المهم الرئيسية لبرنامج عامل الحكومة والمصنفة مهمة على المستوى الوطني وعددها 410 مشاريع فقد تم الانتهاء من 223 مشروعا وهو ما نسبته 54% بينما جاري تنفيذ 179 مشروعا تشكل ما نسبته 43% منها 108 مشاريع من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال دورة الميزانية الحالية أما المشاريع المتأخرة فلا تزيد نسبتها عن 2% إلى جانب ذلك هناك 347 مشروعا مدرجة تحت تصنيف مشاريع إدارية والعمل جارا على تحقيقها وقد استعرض سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض نسبة الإنجاز في المحاور الستة التي اجتمل عليها برنامج عامل الحكومة حيث بلغ متوسط تنفيذ جميع المهام لهذه المحاور الست ما نسبته 60% بعد انقضاء سنتين ونصف السنتين من تنفيذ برنامج عامل الحكومة وقد قرر المجلس إحالة المذكرة على إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية رابعا بحث مجلس الوزراء إعفاء المعاملات والموجودات المستوردة لحساب المشاريع التنموية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية إذا كانت تنفذ لمصلحة إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بمملكة البحرين ويتم تمويلها بموجب منح أو قروض مقدمة من قبل حكومات الدول أو المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية التنموية وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية خامسا أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانونية مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ترجمة نانسي قنقر